اشتركوا في القناة والسيد هشام توفيق وزير قطع الأعمال العام والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسيدتين زكية إبراهيم وياسمين عباس وكيلتين محافظ البنك المركزي المساعد لقطع الأسواق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد إطلاع السيد الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والتي تمت بنجاح حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة في الثالث والعشرين من يونيو الجاري على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرد لصالح الحكومة المصرية وقد تم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابات السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين فضلا عن توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي القادم 2021-2022 حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادية وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والموائمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطعات الصحة والحماية الاجتماعية بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية خاصة ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعات وزيادة المكون المحلي فضلا عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع ترجمة نانسي قنقر